أنا فقير إلى الله لن يدخل أحد للجنة بعمله ويمكن أنا قلت لحضراتكم قبل كده أن العبادات ليست طلبا للرصيد وإنما لأجل أن يقبلني الله في ساحة العبيد ولو أنت مفكر أن كل ما يكون عندك رصيد حسنات كتير يبقى كده أنت في السفصيد يعني في منطقة الأمان أقولك أن ده كلام من الصحيح وحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتدل على خلاف ده وإحنا عارفين حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو أعلمنا أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثل جبال تهامة إيه اللي حاصل؟ هذه الجبال التهامة فيجعلها الله هباء يجعلها الله هباء منصورة فبلاش وإحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى يبقى عدفنا إننا إيه؟ إن يكون عندنا رصيد ويكون عندنا رصيد وبنسأل رصيدنا قد إيه؟ طيب إيه المعنى اللي إحنا عايزين نعبد ربنا علشانه؟ المعنى ده هو إنك تتحقق بإنك دخلت العبادة بعد سلام المحبة الربينية تدخل على سلام الافتقار فتعيش بقولي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن حاصل؟ فتظل وتظل وتظل عبدا مفتقرا لله ولذلك بقول لأحبابي أنت زال عبدا ولا تزول عن العبودية لأنك إذا زلت عن العبودية لن تزوق حلاوة الربو به أنت لازم تظل عبدا وتظل مفتقرا ويمكن علشان كده المعنى ده ألحظت النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل ولكن بأي شيء بيدخل الإنسان بعمله؟ بالافتقار ولذلك حضرت النبي قال قال له ولا أنت يا رسول الله يعني أنت صاحب الرصيد الكبير قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فيتغمدني برحمته يعني أنا مفتقر الرحمته ولنت لن الرحمة التامة إلا بالافتقار التام إذن عشان تعيش في سلام وانت عبد أيسر شيء ممكن يساعدك على ذلك العيش بالقيم والأخلاق عشان تعيش فقير مفتقر إلى الله وإن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك وينظر إليك فينور قلبك بالقيم والأخلاق فتحس إن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك وتسعد بأن الله يملكك وأنت لا تملك يبقى أحلى حاجة إن أنت تشعر بأنك مملوك ولاست تملك وإن ربنا سبحانه وتعالى يعلمك إن العبودية حياة وعلى الرغم من إن سلام النهاردة بيقول لنا إن العبادة ليست طلبا للرصيد إلا إني بقول إحنا محتاجين نزود في العبادات في حياتنا ونخلي حياتنا كلها عبادات علشان ندخل في سلام الافتقار لإني اللي بيمنعنا من كثرة العبادة هو إحساسنا بالاستغناء إحساسنا بالرصيد أنتم مش متخيلين إني إحساسي إن أنا عندي رصيد عايخليني إيه؟ عايخليني في بعض الأحيين لا أرى جملة من العبادات كثيرة زي عبادة القول الحسن زي عبادة التبسم في وجه الناس زي عبادة إن أنا أحب للناس ما أحب لنفسي وأنسى التقرب إلى الله في كل شيء ويبقى ساعتها أنا محتاج إن أنا أتنبه إلى اليقين من إن أنا في ساحة مولايا وإن أنا فقير محتاج لمولايا في كل نفس من أنفاسي وعشان أقدر أوصل لهذا الافتقار أنا شايف إن إحنا لازم نتحقق بسبع صفات تعالوا مع بعض أنا وإنتوا نشوفوا الافتقار دي أول صفة يا صفة الحب فحاول أن تغسل قلبك بصفة الحب حاول أن تغسل قلبك بصفة أن الله يحبك ودي الصفة اللي احنا أخذناها من سلام المحبة الربانية الحاجة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يعلم حالي يعلم أحوالنا فهو يحبني ويعلم حالي ليه طيب عشان ما ألأش هو طب هو يعرف حالي ولا لا لما يكون فقير هو يعلم حالي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ترجمة نانسي قنقر